أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة التعاضض الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة ودعم مسارات الحوار والتلاقي صالح شدد خلال لقائه بالسفير الفرنسي لدى العراق برونو بير كذلك على أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية